بسم الله اضفت لها 5 غرام خميرة كيميائية ملعقة صغيرة خميرة كيميائية اضفت لها 125 غرام سكر ناعم سكر ناعم ثاني لازم يتغرب لها لازم دايما يتغرب الكيميائية ونضيف لها من العقة صغيرة ونخلط كامل هذه المكونات نضيف لها بين السمن والماركارين نضيف لها 125 غرام السمن 125 غرام ماركارين بو اللي حبت 250 غرام سمن تقدرو خوتاتي ثاني انا من نوع اللي نحب البنة سمن يعني اذا كنتو كيميائية تقدرو تديروها فقط بسمن كيميائية نحن نديرها انا ديجا في القناة تراني حاطت لكم واحدة بالماركارين والزيت هذه اعطيت لكم نوع واحد اخر بالماركارين والسمن وثاني خرجت من اروع ما يكون ريحتها ما عندي ما نقول انا ختمت خوتاتي بسمن المدينة تبدو تمحروا هكا مليح مليح في يديكم حتى تتحصلوا على هذه العجينة لازم تبقو تمحروا مليح 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 حتى تتحصلوا على عجينة كيما تحكك طرية يعني فيها خدمة اللي عندها البيتخة من الاحسن تخدم بالبيتخة خاصة اذا كنت راح تديري فوق كيلو زوج كيلو متعبة جدا باليد شوفوا هنا العجينة كيفاش راهي تعمت اني نوريها لكم هكذا باش تشوفوا كيفاش راهي ما شاء الله نوزنها هنا ربعين غرام في هذه الكمية 500 غرام فارينة نوزنها ربعين غرام راح نتحصل على الى 21 حبة حساب بالنسبة المحلات يخدموا 50 غرام ما يخدموش ربعين غرام دايما يخدموها 50 يخدموها كبير على هكذا بالنسبة الفرن اخواتاتي اذا كان عدكم فرن يشعل من الفوق ومن تحت تشعلوه ميتين دراجة من الفوق ومن تحت مدة عشرين دقيقة حتى يسخن مليح مليح ومبعد تنقصوه 140 دراجة ولا 130 كيف كيف 130 و140 ودخلو الغريبية تعكم مدة خمسة وعشرين دقيقة اما اذا كان يشعل ملتحت فقط ثاني يسخنوه میتين دراجه كي يسخنو مليح 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 نقصوه 140 ودخلو الغريبية اذا كان يشعل ملفوق واحد وملتحت ومحده شعلوه ملفوق ميتين دراجه حتى تسخن طفوه وم بعد ملتحت ميتين دراجه حتى تسخن وم بعد نقصلي 40 ملتحت ودخلو الغريبية لتحكوا بلما يسخنو الهена ملفوق الغالث بتاعنا فاننا اننا نحصلو على فرن يكون السخون ملفوق وملتحت وم بعد نقصوه 140 و الدخل الغريبية ستطيب تقريبا 25 حتى 30 دقيقة وهذا هو السر اللي يعطي لها التشقاك تكون الفون سخون 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 وبعد نقصوله دومتي متألقة أخبتاتي جاءها كنت لهنا الترويذ أرتم ليليد إن شاء الله